هعمل طاجت لسان عصفور بالفراخ والبشا مل طيب عندي كوبايتين لسان عصفور متحمارين بس انجازها للوقت ما عملتش اي حاجة غير ان انا حمرتهم في حتة سامنة وفص مستكة بس لحد ما توصل عندي بالشكل الحلو ده عندي كوبايتين من المرأة دي كده خطوة أولى يعني انا شوحت لسان عصفور وهساويه معاكم ونشوف بعد كده الخطوات عندي صدرين فراخ مخيم تقطع صغنان خالص دايما انتوا شايفين يعني دايما بحاول ان انا الكمية او الحجم بتاع لسان عصفور يبقى قريب من حجم الفراخ عشان ما ايجي اخد معلقة يبقى معلقة شاملة كل حاجة عندي لتدبيل الفراخ تدبيلة بسيطة جدا تدريد تدبيلها ملح وفلفل بس بدون اي حاجة تاني عندي ملح وفلفل بابريكا وتوم باودر وبصل باودر ممكن نحط توم فرش وبصل فرش بس انا عايزة ايه الاكلة دي انجازة يعني هتخدش وقت خالص مش عايزة اقولك فرومي باصل او فرومي تو وشوية جبنة متسرنة ده للوش اخر طبقة عندي هتبقى جبنة واختياري ممكن تستغنوا عنها تماما طيب البشامل اسهل طريقة للبشامل في الدنيا بدون بقى اضافات مختلفة بدون مقادير ما تطلعش مصبوطة جربوها تطلع معكو حلو قوي عندي كوب بيتين من اللبن الحليب لبن كامل الدسم طبعا طبعا اساسي معلتين كبار من الزبدة او السمنة او الزيت اي مادة دهنية قدر استخدمها عندي كمان معلتين كبار من الزبدة والاضافة اللي عندي ودي بين قصين كده اختياري معلتين جبنة كريمي او جبنة اللي هي الاسبريد او اي نوع جبنة فيها نسبة دسم عندي ملح وفلفر جوز طيب نفس القصين برضو اختياري تمام طيب تعالوا كده نبتدي نشوف هنعمل ايه انا هسقن الحل عندي عن نار عشان بس هسوي لسان عصفور وبعد كده نتابل الفراخ مع بعض طيب بصوا انا محمرة طمم فالموضوع مش محتاج وقت هو بس بياخد وقت في التحمير فاحنا بنختصر الخطوة دي حتى مش حط اي مادة دهنية هستنى بس التواصل بتاعتي تبتدي تسخن هتابل بملح انا هسقي بمرقة فاخد بالي ان الملح بتاع المرقة ما يبقاش مع الملح اللي هنا كتير يعني اخد بالك عشان نزبط برضو نسبة الملح ودي الشربة عندي سخن ادي خطوة اولها استنى بس الحالة تسخن ونشوف الخطوة اللي بعد طيب الفراخ بتاعتي اقدر اعمل ايه بدل الفراخ ممكن احط بسلة وجزر يعني ممكن احط خضر مشكل وابقا عملت طاجن هنقول نباتي شوية مش هنقول فيه بروتين ممكن احط مشروم يبقى خد الطعم الحلو والفايدة الحلو بتاعت المشروم طيب صدور الفراخ عندي او وراك المتاح عندك هتابلها بايه شوية من الباصل الباودر والبابريكا ابسط تدبيلة في الدون يعيز اقولكم ان التدبيلة دي ممكن تعملوها للبانية يعني لو هعمل بانية هعملها عندي بالطريقة دي هتبقى انجاز وطعمها بيطلع حلو جدا على الرغم من مكوناتها بسيطة وشوية زيت حاجة بسيطة يعني مش كتير هنقول مسلا يعني مع علاقتين كبار مش اكتر من كبير يلا بيطا اهو عندي هايس خان يبقى تابلت وطبعا نتابل بشوية ملح واي توابل في الحياة بتحبيه ممكن نحط زعتر بس انا حبيت اعمل حاجة ايه بدون اضافات كتير ايه دي اهو شايفين بقى الشكل عندي عامل ازاي انا عندي بتديت اسمع الشكشكة فانا في المرحلة دي هعمل ايه هروح نازلة بالشرب الشرب عندي توصل لفين يدوبك تغطي الوش بشوي شايفين يعني انا مش عايزة اكتر من كده وبالزبط سبع دقايب وبقفل عليه وسيب ويكمل سوى من السخنية الموجودة يعني ما بسيب وش يستوي سوى كامل عشان نحس ان لسان العصفور اه يعني طارية كده مش نشفة او ما شربتش كل المرأة وبقيت نشفة معي لعايزاتها بقى مفلفلة وفيها عصارة شوي تمام جدا طيب هعمل ايه نحط زيت هنا فبالتالي مش هزاود زيت تاني ممكن نحط مكعب زبت اختياري يعني لو حبي ايه دي الفراخ صدرين فراخي قدومك ما تقطعين كده حتى تصغننة شاين عليها تنزل النهاردة بتاعت الزيت اهو طب ريحة الفراخ على الرغم بساطة التدبيلة الا ان انا شام عندي راح حلوة جدا شايتين بقى طبع ما تقطع صغير فمش تاخد وقت في السوى خاصة هاي منتكلم هما ازدائبت كتير ايه وتبقى مسطور طيب الطاصة بتاعتي سخنة مفيش نقطة مية نزلت فبالتالي الموضوع معايا ماشي زي الفل اهي شايتين الطاصة بصوا الفراخة عندي استاوي التمام التمام مش عايزة حاجة اكتر من كده مش عايزة بتاكعة لها في السوى عشان تطلع معايا طرية كده وحلو اهي تعالوا بقى هنا شوفوا الجمال ده بصوا فاضل عندي ايه هو بقى ده اللي كنت بكلم عليه يفضل فيه شوية عصارة كده شوية مية او مرأة تديني في الاخر نتيجة اكتر من روعة خلو هرفع برضو دي من على النار ننسبها عندي هنا ونشوف هنعمل ايه؟ اخر حاجة عندي للوصفة ديه هو البشامل طيب انا عملت ايه؟ حطيت زبدة وزيل احطيت شيئا حاجة تانية قلنا المقدير مع بعض بستنى بس الزبدة تبتدي تفك شايفين اهو؟ وروح نزلة بدي ايه؟ مايفاش بقى انا اجيلي تليفون اروح ارد عليه هفتح الباب هرغي مع جارتي لا لازم افضل واقفة وقلب الشكل ده هو اللي انا عايزاه يعني شايفين؟ اهو انا بفضل اقلب كده لحد ما يظبط معايا ولاقي ان القوام كريمي تحت ايه دي ما لاقيش ان الديق مسك ما لاقيش ان المادة الدهنية قليلة هو البشامل اللي حالوته في المادة الدهنية كتير عشان برضو ايه؟ نبقى على نور فلا يزم اقلب طب انا ممكن انزل في المرحلة دي باللبن او بالشربة مثلا ميكس لبن وشربة اللي انا هعمله بيه مايفاش لازم استنى اشم ريحة الدقيق ولونه يتغير درجة مش درجتين ولا تلاتة ولا حط نية على طول لا يعني هوريكوا درجات يبصتوا شايفين اللي هنا في النص ابتدى يبيض انا عايزة كله عندي يبتدي يعمل فوقعات كده ويبيض معايا هنقول مسلا ياخد ثلاث دقايق مش اكتر ممكن اللبن بقى او كريم او لبن وشربة او كريمة وشربة اي ان كان بس انا هعمله التقليدي خالص باللبن اللبن عندي مايفاش يبقى ساقى قوي مفاش يبقى سخن جدا يعني سخن دي موضوع منتهي لكن ممكن يبقى فاتر او ساقع مفيش مشكلة هيزبط عندي برضو الموضوع شوفوا اللي انا كنتم بتكلم فيه ان لونه دي الزايد غير للابيض بقى عندي ماي للبيض خلص انا ممكن في المرحلة دي ورحت الدقيق خرجت عندي ايد بتقلب والايد الثانية نزلة ما بسيبش ايدي تدريجي قادر ازود بقى اشطة بلدي اشطة نباتي اي توابل انا بحبها ممكن احط كمان ورقة لورة شوية قرنفل بصلايا اناكه اللبن قبل ما اضيف وكل الحاجات دي اضافات هنعملها ان شاء الله مع بعض وتبقوا اسادزة في البشامل شوية فلفل اسود ولعندوكو ابيض كمان بيبقى احلى لان ما بيغيرش اللون بتاع البشامل ورشة جسط طيب لا تزكر يعني بصوا هحط قده ناخد كده بالمعلقة اللي هي مفيش يعني الناره عندي لازم تبقى تحت الوسط بشوية متبقاش عالية قوي عشان البشامل بتاية ما اعملش طبقة قشرة متبقاش هادي قوي عشان ما نمشي جنب الحلة يعني عايزين برضو ننجز عشان ما نقاش في المطبخ كتير دي الجبنة السيل الجبنة اللي هي السيلة بحطها في الاخر خالص وبسيبها الدوب على مهلة بس خلاص هسيبها تسيح بقى طب ممكن حط متزرلة ممكن حط تشيدر ممكن حط رومي اي جبنة في الحياة موجودة عافين دايما بيفضل في باب التلاجة قطعتين رومي كده ما بيتكلوش افرموهم وحطوهم بعهن حالا طيب ادي الطاجن بتاع بنعمل ايه باخد معلقة بسيطة من البشامل بغلف بس الارضية ناخد كده لسانة عصفور حط نص الكمية مسلا طبقات من الجنبة عندي بيبقى شكلها روعة بحط الفراخ وشوية بشامل شايفيني الفكرة في طبقات زي ما بعمل مقرار بشامل بزلد بس ممكن حط شوية بشامل هنا عشان يربط عندي الكلام وهكمل طبقة دي لسانة عصفور بساوي بقى كويس قوي عشان نحط البشامل بتاعي يبقى مظبوط كده وكل حاجة متساوي شايفين قصة الشكل متجنب لوحده يجوع ناخد كده معلقة وساوي الوش وهقلكمان السامبوسة دلوقتي عشان اوريكم لونها بقى حلو ازاي بضغط كده بس كويس وبنزل بباقي كمية البشامل وانشغلة في المطبخ مسلا سبتي الوصفة وعايزة تركيبي الطبق ادي شوية لبن صغيرين هيصبط معاكي القوائم شوية جبنة بقى فرن سخن فرن سخن مية وثمانين شغل من تحت ومن فوق عشر دا وتبقى خرجاني ممكن حتى نقدمها مع بعض قبل ما نختم اشتركوا في القناة